اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالتالي يحميه من الامراض العديدة وايضا يقل الانسان من كثير من الامراض التي تأتي بسبب نقص المناع عند الانسان ثالثا ايضا تلك النبات تحمي بدرجة كبيرة من الاصباب الاورام السرطانية الخطيرة وايضا تعتبر مضاد للأكسادة رابعا اما بخصوص القرفة فان نبات القرفة يحمي من الالتهابات المتزمية لانه يحتوى على مدن عديدة تحمي من الاصباب تلك الالتهابات المتزمية عن طريق وضع من العقا من الزنجبيلة مع مع العقا من القرفة وخلطهم ببعضهما البعض ووضع عليهم العقا من زيت الزيتون وعمل منهم ماسك ثم يكون بدهن البطن حيث يساعد ذلك على ازالة التراهولات وشد البطن خامسا كما ان القرفة توعلج عسر الهضم والمغص الشديد وإلم البطن وبالتالي فهو يروح البطن وللعلم أيضا ان الزيت النتجة عن القرفة تحمي من الفطريات والبكتيريا الضرة والتي تضر بالإنسان اما بخصوص الزنجبيل يعتبر الزنجبيل من العشبالات اللاها أولوية في الترتيب في عملية حرق الدهون الموجودة بجسم الإنسان ولكن بتناوله بعد الأكل مباشرة يعمل على حرق الدهون التي تسبب لك مشاكل عديدة فعليك بمسج الزنجبيل بالقرفة حتى يكون أقوى في عملية حرق الدهون وبالتالي فإن فودة الزنجبيل كثيرة ليس فقط لصحة الإنسان وإنما أيضا في عملية حرقة وإزالة الدهون المتراكمة في الجسم الإنسان وإليك طرق أخرى تستخدم في حرقة الدهون باستخدام أيضا الزنجبيل والقرفة وذلك عن طريق تنقي عبادة القرفة داخل الزنجبيل بعد ذلك نكون بضع ملاقة صغيرة من القرفة داخل محلول الزنجبيل الطوزج ولكن يشارط التناول المستمرة لهذا الخليط بعد الأكل حيث أن الخليط يعتبر قبيل جدا ومفيد جدا في عملية حرقة الدهون لتقتصر فودة الزنجبيل والقرفة في عملية حرقة الدهون والتخصيص وإنما لهم دور كبير وفود عديدة في علاج العديد من مشاكل الشعر كمشكلة تسوقة الشعر أو مشكلة جفاف الشعر يعمل الزنجبيل على تنشط الدورة الدموية لجسم الإنسان وبالتالي يساعد الزنجبيل على توصيل الدم إلى فروة الرأس وبالتالي ينصح دائما بتدليك الشعر وخاصة فروة الرأس بالزنجبيل لعلاج مشاكل تسوقة الشعر القرفة لها فودة كثيرة جدا ولا تلاهت قلة هميتها عن الزنجبيل فالقرفة تساعد على حرقة الدهون وعلى إكساب فمك راحة جميلة وعطرة القرفة تساعدك أيضا على التخلص من الانتفاخ وعلاجا أيضا لنزلات البرد القوية عن طريق غالية القرفة مع الماء ووضع بهما عسل وفلفلة للقرفة فودة أيضا في زيرة إدرور البول وتعالج القرفة الشد العصبية ولها فودة عديدة في حل مشاكل البشرة وإزالة حبوب الشباب حيث ناتب مسحوق القرفة ونضع عليهم بعض من عصير الليمون ويوضع المسق على البثور السوداء ويساعد ذلك على علاجها والتخلص منها نائيا متابعين الكروم إذن لموضوع الزنجبيل والقرفة على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وأتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بإذن الله تعالى